اشتركوا في القناة المباراة الرجاء وزاناكو ولتفاصيل قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبدالقادر اليوم الاثنين بدبي أن المغرب واعتبار الأهمية البالغة للرأسمان البشري في تحقيق التنمية جعل منها ركيزة الأساسية في مأثار المراجعة الجدرية والعميقة للإدارة العمومية وأوضح بن عبدالقادر لتحدد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمؤتمر الدولي الموارد البشرية كضيف شرف أن إصلاح الإدارة العمومية يتوخى إحداث تحولات هيكلية على مسويات عدة تنظيمية وتدبيرية وتخليقية ورقمية بغيات تطوير المرفق العام وضمان جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين المتشوف تيفي مصادر مطلعة نشاطي داربو عزة دواحي مدين تدالبيضة عرف أمثل أحد حالة استنفال لمصالح الدارك الملكي عقب العطور على حقبة كبيرة وأوضح المصدر على أن مواطنين عنذ روع على الحقبة وأبلغوا مصالح الدارك لحلة سبعين المكان مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية والكلاب المدربة من أجل الكشفة عن طبيعة المواد المتواجدة داخل الحقبة نتابعوا جيت أنا مع الصباح جيت لهم للباركين كي قولوا لقيت الدريك لعبوا بكورة هنا شوية بشاولي واحد الجوج بشاوليها قلبوها كي لعبوا بها شوية واحد خينة دايز كيتريني هو قوة الجدرمية قوة لهم عادة جمعوا هنا فيها شي ميترو ميترو والعرض ديلا شي عشرين سنتين ومغلبها بلاستيك ما هذه عمل بسبيعها بغوي قطعها بالموس ما بغلش قطع عليهم ولكن ها هي ها هي شتاء القوة والمهم هذه كسام اللي جمعوا الجدرمية وجلقائد أمن وطاني كله كل شي قاموا باتك شي وبنادم جمع ما شكو يقول لك واشي تطيح شي وات في البحار واشي ولكن ما كانت حالة من يكي يسورك الدنيا عمرت الدنيا عمرت برا كلها عمرت عمرتها بطانو بلا كاي هيا داروا لي بلوعة البنوة البنوة داروا فوق منها وغطاوها خلاوها مع الصباح واخدنا كان يجري ولقى واحد الكولي مهم شاق اللباء شايف شنو فيها والله يلبس صح وحق الله ومهم باعي نومت يقلبوا حيث قالوا وقالوا لك خرج شي حاجة أخر واشفامشي ما يمكنش خرجها واحدة كوليا بوحدة ما يمكنش خرجها واحدة كوليا بوحدة ما يمكنش خرجها كوليا بوحدة ما يمكنش خرجه بوحدة كوليا حاجة الأمر ويقابعش خرجت بوحدة وشفامشي خرجت بوحدة وشفامشي خرجه هنا مو من الموهم لها خرجت في جاو ومن هناك من المتارك عارفة ومن المتارك التلو فيلم ما يمكنك ما يمكنش ما يمكنش من الحين تتبقى فلو ً فالحين ما يعرفش كان واحد بواحد يتمكني في البحر ودو ما يعرفش بأي جلدة تمكني وإلى جانية الدولية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي سحب قوات بلاده من سوريا في أسرع ما يمكن وذلك عقب تصريح لرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بأن أقنع ترامب بالبقاء في سوريا وقبل ساعات من بيان البيت الأبيض أعلن الرئيس الفرنسي أن أقنع رئيس الأمريكي بضرورة البقاء في سوريا مضيفا أن أقنعه أيضا على أن تقتصر ضرابات في سوريا على المواقع الكيميائية فقط والختم بشان الرياضي قرأت لجنة المؤقتة لفريق رجاء الرياضي الزيادة في أثمينة سداك لمباراة الفريق الأخضر أمام فريق زانا كوزامبي لغذي تجرى يوم الأربع المقبل برسم الدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي لكونات القدم نتابعوا كما كانت من قبل أما خمسين درهم أوادي أنك تحب الفريق ديارك تقدر تقطعها تبرف عالف وقد دخل أننا كنا ندزنا في واحد الأزمة خصنا ذيك الأزمة ما قلوش ندوزه في صابت الدرس كبير ومتيحان كبير خدينا كما كانت من مناسبة كما كانت من ناس مساكلة ما في حالهم كما كانت من ناس عارف الجمهورة الجمهورة البيضاوية كما كانت منه من زعمة من الناس المسؤولة وإراءة أولاد الشباب اللي يحب الفريق دياله الرجال والويداد نحن نريد أن نقوله نحن نكون صورة مزيانة على الكورة الوطنية ونشاء الله كانت من التوفاق الجميع وكانت منه لدي الناس كانت منه من نومي نقصوا شوية متامان وما دي ما نقول لك دي مراشة هذا ولا هل الحصد يوم ينتهى شكراً لأحساب المتابعة وإلى اللقاء